توفي منذ ساعات قليلة الطالب رجب محمد الدريسي الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة أسيوت توفي بعد لحظات من كتابته منشورة على فيسبوك على صفحته الرسمية بعد شعوره ببعض الألم البسيط وأكد أحد أقاربه أنه فور شعوره بالألم تم نقله إلى مستشفى ديروت المركزي وتم توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى ثم تحويله إلى مستشفى أسيوت الجامعي وتوفى بعد ساعات من وصوله إلى مستشفى أسيوت الجامعي وكان نص المنشور قد تكون تلك كلمات الأخيرة فاللهم اغفر لي وارحمني اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك اللهم اكتب لي الجنة والعيدك من النار اللهم إن كنت كتبت لي طول العمر فاجعله في طاعتك وإن كتبت لي الموت في تلك الأيام فادخلني في رحمتك ربي إنك أعلم بما في صدري فاستجب لي دي الكلمات المؤسرة جداً اللي اكتبها الطالب رجب الدريسي قبل وفاته بساعات قليلة ودايماً بيحصل على طول شباب بيتنبقوا بوفاتهم وفعلاً بيتحقق كتير جداً شباب بيكتبهم إن هم حسين وإن هم هيتوفهم وفعلاً ربنا سبحان الله بيتوفهم وإن شاء الله هو ربنا يرحمه برحمته هو شاب كان حسن الخلق جداً زي ما كانوا بيقولوا زملائه إن هم حزنوا عليه جداً جداً وإن هو كلهم عبر صفحتهم على فيسبوك طبعاً كانت صدمة كبيرة جداً عليهم هو عمره 11 سنة لسه في الفرقة الأولى في كلية التجارة وطبيعي صدمة كبيرة جداً على زملائه وعلى أهله وعلى كل اللي يعرفوه أكيد طبعاً لإن هو لسه شاب طبيعي صغير في مقتبل العمره كانت لسه الحياة قدامه ولكن قضاء الله وقدره وربنا طبعاً لازم الناس تصبر طبعاً أهله أكيد طبعاً وإن لله وإن إليه رجعون ربنا يرحمه كده ويتغمده برحمته الواسعة شباب كتير جداً يعني محمد زيدان برضو الشاب البورسعيدي اللي توفى من أيام قليلة كان برضو ناشر فيسبوك كاتب كلام وناشر كلام إن هو ربنا حاسس إن هو أجل وقرب وفعلاً يا سبحان الله برضو اتوفى فربنا يرحمه برحمته ويتغمده كده دايماً وإن لله وإن إليه رجعون